طب لو اتكلمنا عن شوية فنيات هل أنا مثلا أقدر أقول عدم الزج بمجدي أفشى من البداية مثلا كان غلط يعني إيه اللي كابتن همام شايفه كان فنيا يجب أن يتغير علشان نقدر نقول كان ممكن النتيجة أو الفنال بتاعنا يبقى أحسن من كده يعني قبل التغيير هنتكلم على إيجابيات الإيجابات اللي كانت موجودة أن احنا أول مرة بنضغط على الرجاء في أوروبا ساعة واستجلنا هدفين ودي ما كانتش موجودة حتى في مبرات المجموعة يعني مبرات المجموعة ما كناش موجودين بالسيسم ده والنظام ده فأكيد بردك الأيام اللي كان فيها راحة مستر موسيماني استغل الجانب طبعا حتى تستشفى مع طبعا الحاجات التي اتصلاحت بالنسبة للأقطاع المدافعين والمهاجمين أول مرة بصراحة عدد الفرص بتاعتنا بتزيد يعني شوط الأولي ست فرص ست فرص منهم هدفين فده بيأكد ان احنا بقى عندنا يعني جرأة هجومية بقى عندنا توازن في الهجوم بنقدر نوصل للمرمى بشكل كبير سجلنا هدفين زي ما سامي قال في بداية التالة الساعة الأولى ودي بقى لها فترة ما كانتش موجودة في سيسم ونظام الفريق من فترة بذاته غريب على فكرة بالضبط الطريقة دي دايما بتؤتي ثمارها ودايما بتشوف لها نعكاسات طيبة على النتيجة أو حتى على الأداء احساس اللعيبة لهم مسيطرين على مجريات الأمور من أول ربع ساعة ولا تلت ساعة دايما بتفلق معانا بس احنا مش دايما بنعمل كده ليه هي يا كريم يعني عاز اقول لك ان دي سيمة موجودة في أجيالنا كلها ان احنا طول عمرنا أو ربع ساعة أو تلت ساعة بنضغط على الخصم واخذ بالك ودي دوافع النادي الأهلي ودي استراتيجية النادي الأهلي وده اسلوب النادي الأهلي اللي بيشتغل من خلاله والضغط ده بيسمر لان انت طبعا انت بتلعب في ملعبك في وسط جمهورك اللي بشجعك من أول ما دخل المباراة لحد آخر المباراة فمديلك دافع ومديلك بوش بشكل كبير جدا فالجرأة الهجومية كانت موجودة بصراحة ودي من ضمن الأجابيات اللي كانت موجودة في المباراة نهواند اتكلمت على فيه حاجات فعلا ظهرت في الشوت التاني ومنها طبعا ضيعة ضربة الجزاء يعني ضربة الجزاء بتاعت السلية كانت تقتل مباراة بلغة كورا محدش فاهم من اي السبب ورده يعني لا عمر السلية مثلا لعب قليل ولا كانت الظروف مثلا ضدنا ولا فيه اي حاجة خلي ده يحصل ورغم ده مطشقا غريب انا بقول يعني انا بقول من ناحية الفنية من خلالي بقول ان عمر قبل ضربة الجزاء ما كانش عمر السلية يعني ما كانش اداءه اللي هو ما عودنا عليه فكنت بتكلم مع كابتن سامي قبل من طلع الهوى كان ممكن كان ممكن يوم رقم اثنين في التصنيف يعني رقم واحد قشرة الاولانية وقدر يوفق فيها وعندهم حارس المرمى انس ده والانس ده زكي جدا ويصد ضربة الجزاء في المتشات اللي قبل كده فلما شاف عمر بدأ يركز معاه يعني قالك اكيد حيشوت في الزاوية بدعة القرى الاولانية فانا كان في رأيي في رأيي يعني فنيا كان ممكن يوم رقم اثنين رقم اثنين عندنا لعيبة برضا بتجيه ضربة الجزاء كان حتبا صعب على حارس المرمى لما بيلاقي لعيب تاني فحيبدأ يفكر لعيب التاني ده احط فين شبال ولا يمين دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت ممكن مستر مسماني يلجأ ليها في حيات ضربة الجزاء الفرص اللي ضعت يا كريم من اهوان اثرت بشكل بير جدا خمس فرص الشوت التاني وكنا محتاجين حاجة منهم بلغة الكرة نقتل بها المباراة وبعدين كان في نقطة مهمة جدا في نهاية الشوت الاولاني كنا محتاجين التوازن الدفاعي ان احنا قطوطنا تقرب من بعض في اخر خمس دقائق في دي اربعين اللي جي فيها جول يعني دي من ضمن الحاجات الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها تنظيميا كنا ممكن ندافع في نص بلعبنا نقرب خطوطنا التلاتة في اخر اربع دقائق فاضل خمس دقائق نخرج بيهم لبر الأمام ميجيش فينا حاجة يبقى خارجين ب2 صفر الشوت التاني يبقى صعب على الرجوع